موسيقى 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 حول كل العراقيل التي تواجه تجربتهم الشخصية في علاقتهم بالفن السابع من جهة والدولة من جهة اخرى ندوة الدولة والسينما في القرى الأفريقية في الحياة هي موضوع شديد الأهمية بيمثل أزمة صناعة الأفلام في القرى ومشاكل كل الصناع علاقتهم بالدولة وخاصة أنه عدد كبير من الدولة الأفريقية لا يملك صناع الأفلام أن ينتجوا الأفلام إلا من خلال دعم الدولة فبالتالي الموضوع الشديد الأهمية الحوار الذي دار كان تناول الموضوع من كافة النقاط وإن كنت أنا ما زلت مصر أنه كان يجب أن يكون هناك أطراف من الدول من الحكومات من ممثل الحكومات لأننا في النهاية نتحدث كسينمائيين إلى أنفسنا والأزمة بيننا وبين أصحاب القرار السياسي الذين يدفعون المال للصناعة أو لدعم الأفلام فبالتالي كان يجب أن يكون هناك اهتمام بممثل الحكومات بشكل أو بآخر وفي الأخير أجمع الخبراء والنقاد والمهتمين بالقطاع السينمائي في القارة الإفريقية على أن الدولة والحكومات في البلدان الإفريقية من واجبها مدية العون والدعم السينمائي من أجل النهوض بهذا القطاع الفني الحيوي وفي نفس اليوم عرفت قادة المراكبة التقافي على شريطين السينمائيين من المصابقة الرسمية حيث تمرت الشريطة الكونغولي بين المغربي والمغربي 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 بالاقربي والحقية وأصحبت تخذ طبيعاً ورمشه ومسرأتها بالمغربي بالدات漫ال ولكنها هي لا تقبل شرع الوغم وطلقتي ومن ثم جداً ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك على الحق ومنثل الذي اتشكر قديم ذور ، المترجع السودانم الأسعاء لكن لكن التدريسي اللذي التدريسي كان جديدا.